معرض هل ذهبتم إلى معرض الكتابة جماعة ولا لسه أنا مش قادر أفهم في حد لسه ما رحش المعرض ده يبقى شيء غريب جدا بالنسبة لي والله بجد أنه دايما أقول لكم كده معرض الكتاب ده متعة ما بعدها متعة أنت مش متخيل مش عايزك تبص عليها بمنطق برضو أفلام كده عبيطة بتاعة أن المساقف ده لبس نظارة كعبة كوباية وعمال بيقرأ فعنوين غريبة وكتب غرب فيش حاجة اسمها كده الثقافة دي شيء عظيم وأتمنى أنه في يوم من الأيام الثقافة تتحول إلى شيء كول يعني يبقى ده الشيء الكول اللي بيجرى أنه أنت مساقف وبتقرأ وبتحضر معرض الكتاب وبتتفرج على أفلام سينما وبتحضر معرض للفنون التشكيلية وبتروح تحضر حفلات موسيقية إلى آخر ومعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثلاثة وخمسين أكبر معرض للكتاب في المنطقة بيسجل في تاني أيام المعرض مية سبعة وعشرين ألف زائر لمختلف بقى القاعات الدورة الثلاثة وخمسين اللي احنا فيها دي بتاعت معرض القاهرة الدولي للكتاب مستمرة يا سادة يا كرام لحد يوم السبعة فبراير إن شاء الله الشعار هوية مصر أو هوية مصر باللغة العربية عشان يبقى النطق السليم بيحفكر على معرض الكتاب والثقافة وما إلى ذلك الثقافة وسؤال المستقبل بيشارك حوالي ألف تلاتة وستين ناشر مصري وعربي وأجنبي وتوكيلات من واحد وخمسين دولة عدد الأجنحة في المعرض تمنمية تسعة وسبعين جناح شوف الحجم والثراء والتنوع كمان بتشهد الدورة الحالية إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب واللي بيبدأ بموسوعة مصر القديمة الله حلو ده قوي حلو جدا إلى جانب ما أنا ستجي تقولك يا جماعة ما حدا لسه إليها زهر يا أخوة من ربنا أنا عندي الطبعة الأولى بتاعتها اللي اتعملت من نهاية الكتاب عندنا المهم لا أصلا نخلي بالك أنا كمان كولاكتر يعني أنا من الناس اللي بتجمع طبعات أولى وعندي الطبعة الأولى من إيه بقى ولاد حارطنا اللي كاتبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ طبعة أولى دي زمانها دي تقدر بمبلغ شيء وشويات طبعا دي الرواية الضخمة التي أثارت من الجدل أكثره المهم كمان عندنا في معرض الكتاب مجموعة كبيرة جدا من كتب الأطفال والأول مرة في تاريخ المعرض بيتم استخدام تقنيات الارتفيشل انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي فبتظهر شخصية الأديب العظيم يحيى حقي وهي شخصية الدورة الحالية بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور بالمناسبة يمكن حتى دايما صديقي والزميل العزيز الدكتور محمد يونس يشهد أن أنا من الناس اللي هي شديدة الإعجاب بأدب يحيى حقي ويمكن كنا الاربع اللي فات أو التلات فكرنا يونس التلات كنا بنتكلم على البستجي ليه يحيى حقي والقدرة أو العبقرية الغريبة بتاعت يحيى حقي في صياغة وغزل الشخصيات ولما تم تحويل الرواية إلى فيلم سينما عبقرية صلاح منصور في هذا الفيلم طبعا زي عبقرية بالتأكيد شكري سرحان وكنا بنتكلم حتى على المشهد بتاع صلاح منصور هو بيقتل بنته ما بين الانتقام اللي كان بادي على وشه جدا وفي نفس الوقت حبه لبنته الوحيدة وكانت وحدته في الفيلم وفي الرواية أيضا بس هنا هرجعك على قدرة يحيى حقي على صياغة الشخصيات وإزاي يقدر يبني التفاعل النفسي بتاع الشخصية اقرأوا ليحيى حقي بعمق بالمناسبة بعمق طيب وزور المعرض ده نصيحة خالصة لوجه الله فسحة حلوة مفيدة ممتلئة بالجمال والثقافة والجمال لو عمرك ما روحت معرض الكتاب قبل كده أو ما كنتش من هوات القراية قبل كده أنا بقولك ابدأ هذه الهواية واعتبرها مش مجرد هواية اعتبرها طقس يومي هتجد نفسك مستمتع وغزير الفكر غزير عندك غزارة في الأفكار وعندك قدرة على السرد وقدرة على الحكي وعندك قدرة على إدارة الجلسات وعندك قدرة شديدة على جذب الناس في كل الأحوال في جلساتك مع أصدقائك زملائك حتى في الشغل في أوقات الراحة هتنفسك بتتكلم في موضوع عليها الإيمة وبالمناسبة كل ما هتقرأ أكتر القدرة على دس أفكار عبيطة أو سلبية في المخ بتقل لحد ما تنتهي